وأستعين الله في ألفية مقاصد نحو بها محوية يقول في أسماء الأفعال بعض الأسماء الأفعال تكون عبارة عن خطاب ما لا يعقل كما نخاطب مثلا للفرس أو البغل أو نضع أو نحو ذلك فنقول مثلا للبغل والبغل قلت في هذه الأزمنة نقول عدس هذا متعارف عليه عند العرب لو جاء الآن ناس وخاطبوا البغل بصوت آخر ما فيه مشكلة الصوت الذي يتعرفون عليه ويكون من هذا الباب وكذلك حاحا يعني اسم صوت لدعاء الأضان وهكذا تقول حاحيت وعاعيت فهذه الأسماء هي أسماء وأصوات لما لا يعقل ثم قال بعد ذلك هنا قال وما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعله فهو صوت كذا الذي أجدى حكاية كقب قد يكون أحيانا لشيء من الجماد كما قلت لكم يعني لو أغلقت الباب فحكيت صوته هذا اسمه صوت حينئذ لو وقع شيء لو حكيت صوت مثلا المسبحة أو صوت الماء والغرغرة التي تكون بعضهم يسميها الجركلة أو نحو ذلك فهو اسمه صوت السيف كان إذا وقع العرب وضعت له هذا اللفظ فيقولون إذا وقع يقول قب فيحكون هذا الصوت وصوت الغراب غاق مثلا حكاية صوت الغراب يقول غاق 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 صوت الهرة مثلا لها صوت وسائر أصوات الحيوانات الحكم هنا أن هذه الأصوات كلها مبنية وكذلك أسماء الأفعال لأنه هو أفادنا بعد ذلك بهذه القاعدة التي قال فيها ولزم بناء النوعين أي ولزم بناء النوعين فهو قد وجب فكل اسم من أسماء الأفعال هو مبني وكل اسم من أسماء الأصوات هو مبني إما على الفتح وإما على السكون وإما على الضم وإما على الكسر كل ذلك إن كان هذا نعم وإما على الكسر فكلها مبنية وإلى اللقاءة إن شاء الله وإلى اللقاءة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر